مرحبا بكم أصدقائي التقدم التكنولوجي الذي سنره سويا في فيديو اليوم كان يعتبر منذ عقود قليل خيالا علميا إلا أن الإنسان تمكن بكل ثقة من الوصول إلى الفضاء خطوة بخطوة وهذا ما يؤكده الاطلاق الناجح الأخير لأكبر الطائرات في العالم سيدراتو لانش وأول رحلة تجارية لصاروخ فالكون هافي حول هذين الحدثين الهمين سيدور حديثنا اليوم في هذا الفيديو لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ بعد الإغلاق الرسمي لبرنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا أو المعروف بنظام النقل الفضائية كان الطائرة الشحن المدارية فارغة عمليا ولكن لم تستمر لفترة طويلة قم أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت باول آلين ومهندس الفضاء بيري روتين بإنشاء مشروع سبيس شبوان في عام 2004 قبل التنفيذ لم يكن الأمر على ما يرام ووقف المشروع ولكن في عام 2011 بدأ مشروع آلين وروتين من جديد ونتيجة لتعاونهما معا نجحوا في تقديم مشروع جديد وهو ستراتو لانش والذي تم الإعلان عنه رسميا في الحادي عشر من ديسمبر 2011 ستراتو لانش هي أكبر طائرة في العالم وهي عبارة عن هيكل طائرة لها أجنحة يبلغ طولها 117.3 متر مزودة بستة محاركات من طراز بوينغ 747 ويبلغ وزن الإقلاع لستراتو لانش أكبر طائرة حوالي 589.6 طن وطول مدرج الطيران لا يقل عن 3.7 كم وينبغي أن يبلغ الحد الأقصى لرحلة الطيران غير المزودة بالوقود حوالي 2400 كم الغرض الرئيسي من هذه الطائرة العملاقة هو إطلاق مركبة فضائية إلى المدار يصل وزنها 250 طن في الثاني والعشر من سبتمبر 2017 تم إطلاق جميع المحركات الستة لستراتو لانش لأول مرة وكان أول اختبار للطائرة على المدرج دون انقطاع أو استراحة على الأرض حدث في ديسمبر من نفس العام في يناير 2019 وصل سرعة الطائرة لأول مرة دون استراحة إلى 226 كم في الساعة يتبقى انتظار الاختبار الحقيقي لستراتو لانش وقد حدث هذا اليوم بالفعل فقد مرت أول رحلة تجريبية للطائرة العملاقة بنجاح في الثالث عشر من أبريل 2019 فقد تحركت الطائرة من مدرج الطيران في صحراء مهافل أمريكية وقامت بأول رحلة جوية لها والتي استغرقت ساعتين ونصف وكانت السرعة القصوى للطائرة في الهواء 305 كم في الساعة تمكنت طائرة ستراتو لانش من الهبوط بنجاح في مهافية في مطار إيراند سبيس في الساعة الثانية عشر والنصف بالتوقيت المحلية وفقا لما جاء على لسان الطيرين المختبرين فإن إيفان توماس تصرف في الهواء فقط كما كان متوقعا بعد اجتياز الشهادة المطلوبة يمكن للطائرة توصيل البضائع والشحن إلى مدار الأرض واستخدامه كنقطة انطلاق للأقبار الصناعية والمركبات الفضائية في نفس الوقت تقريبا مع إطلاق ستراتو لانش حدثت أيضا نقطة هامة ومميزة في أحداث الفضاء في الثاني عشر من أبريل 2019 أطلق الشركة سبيس اكس أول إطلاق تجاري في العالم مركبة فضائية ثقيلة قابلة لعادة الاستخدام فالكون هيفي منذ حوالي عام تقريبا تم إجراء أول رحلة تجريبية للصاروخ وبعد التعديلات والترقية في الجهاز ثلاثي المستويات تم إطلاق قمر صناعي جديد أربسات سيكس أي إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض من شركة الاتصالات السعودية أربسات وكانت تبلغ كتلة القمر الصناعي عند الإطلاق حوالي 6465 كيلوغرام يتمثل الاختلاف الرئيسي في مشروع فالكون هيفي عن جميع المهام السابقة في إمكانية إعادة استخدام كل مكونات المركبة بما في ذلك المعجلات الجانبية حدث كل شيء وفقا للحسابات بعد دقائق قليلة من إطلاق الصاروخ انفصلت عنه المعجلات الجانبية وبعد دقيقا فصلت الوحدة الأساسية وتوجهت إلى أسفل وتمكنت المعجلات الجانبية من الهبوط بنجاح في مواقع معدل الهبوط منطقة الهبوط رقم واحد ومنطقة الهبوط رقم اثنين في كيب كانافيرال وهبطت الوحدة الرئيسية على وحدة عائمة مثبتة في المحيط الأطلسي كان الإطلاق الثاني لفالكون هيفي أكثر نجاحا مع الأخذ في الاعتبار أنه أثناء اختبار الإطلاق عندما تم إرسال السيارة الشخصية لإلونا تيسلا إلى مدار المريخ ما زالت الوحدة الرئيسية أثناء الهبوط تكون مفقودة من محطة الهبوط العائمة في أبريل 2019 تم إنقاذ حتى مخروط الأنف تم التقاط كل الجزئين في المحيط وتسليمهما إلى القاعدة وفي حقيقة الأمر الجزء الواحد الذي يؤدي وظائفه ويقوم بحماية الوقود يكلف الشركة حوالي 6 ملايين دولار في هذا العام يتم التخطيط لرحلة تجارية أخرى للمركبة باستخدام جميع الخطوات والوحدات التي تم إنفاقها ظهور الأحداث الكونية على التوالي في أبريل 2019 أظهرت أن الفضاء ليس ببعيدة كما كان يبدو للإنسان في القرن العشرين لا يزال كلا من التكنولوجيا والمغامر الصحية والنهج العلمي لاستكشاف الفضاء الخارجي يؤتي ثماره لكل سكان كوكب الأرض شكرا